اشتركوا في القناة منوها بعمق العلاقات الاخوية التاريخية التي تربط بين البلادين والشعبين الشقيقين وقال ان هذه العلاقات المتميزة تعتبر لموذجا يحتذا به في التعاون البناء والتضامن المثمر وتستند على قواسم مشتركة تزداد يوما بعد يوم قوة وثباتا على كافة المستويات واكد معاليه ان الشراكة بين الجانبين ليست مجرد تعاون بين دولتين شقيقتين بل هي رؤية استراتيجية تستند الى مسيرة زاخرة من التلاحم والتكاتف حيث ان التحديات الاقليمية والدولية تتطلب السعي الى تعزيز التكامل الاستراتيجي والتكاتف لمواجهتها من جانبه عرب سعادة الدكتور عبدالطي بن راشد الزياني عن اعتزازه بالعلاقات الاخوية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين والحرص المشترك على تنميتها على كافة المستويات وبحث الجانبان مسارات التعاون الثنائي وما حققته من تطور ملموس في مختلف المجالات وسبل تعزيز الجهود لتنمية العلاقات الاخوية الى مستويات اشمل والدفع بالعمل السياسي والتشاور والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة والاهداف المشتركة وناقش الجانبان افاقت عزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات وفي ختام الاجتماع وقع الوزيران عددا من مذكرات التفاهم للتعاون المشترك بين حكومتي البلدين في مجالات التدريب الدبلوماسي والتدريب الإداري بالاضافة الى البرنامج التنفيذ للتعاون في مجال التربية والتعليم واتفاقية التعاون في مجال الموانئ والملاحة البحرية يطيب لي في البداية أن أتقدم لمعاليكم الكريم بخالص الشكر على حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال معربا عن بالغ الامتنان لتشرفي والوفد المرافق بالسلام واللقاء بصاحب السمو ولي العهد الأمين وسمو رئيس مجلس الوزراء وما استمعنا إليه من توجيهات كريمة عكست حرص موهمة على توطيد علاقات الأخوة والمحبة التي تجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين ويسرني أن أعرب عن بالغ اعتزازنا بما يجمع بين بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات أخوية وثيقة وروابط وطيدة وراسخة وتعاون مشترك متواصل في كافة المجالات بفضل التوجيهات السامية والرعاية الكريمة من لدن حضرت صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم وأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة حفظهم الله ورعاهم أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة اليوم ما هو إلا ترجمة لمسيرة طويلة وتاريخية من العلاقات الأخوية الراسخة على كافة الأصعدة والمستويات ونهج حكيم نابع من الإرادة والحرص المشترك على تحقيق كل ما فيه خدمة مصالحنا وأهدافنا المشتركة وتعزيز دور بلدين الأقليمي والدولي مؤكدين أهمية الدور المهم الذي تقوم به اللجنة العليا المشتركة في دفع مسيرة التعاون الثنائي إلى أهدافها المنشولة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر